الآن نذهب معكم لمتابعة هذه الجولة وأبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث للشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل مساء الخير ما الذي تحمله لنا اليوم من جديد في متابعتك للإعلام الإسرائيلي أهلا بك العزيز حازم والمشاهدين نتحدث دائما ومن يتابع هذه الزاوية بأن الإعلام الإسرائيلي يتصرف سلوكا غريبا وأحيانا يخدع جمهوره ليس فقط نحن نفكر بهذه الطريقة أيضا هناك كاتب صحفي مهم اسمه يوسي كلاين كتب اليوم فيها آرتس بأن الصحفيين الإسرائيليين يعرفون الحقيقة ولكنهم يلتزمون الصمت يقول الحكومة الإسرائيلية ضد الجميع ضد حماس ضد حزب الله ضد جيشها ضد الجمهور وحماس لا يهمها ما يحدث لسكان غزة حسب الكاتب ويتساءل طب هل تهتم الحكومة بما يحدث لنا مثل البحار الذين يتركون سفينة غارقة يصفهم أنهم يتعنتون بأنفسهم ينهبون يأخذون كل ما بوسعهم أنهم يحولون الأموال إلى أصدقاء يساعدون الحاردين يتجاهلون المقاتلين بحكة عن تكسير الميزانيات للعام 2024 كما يدرك المقاتلون بالميدان بالفعل أن الحكومة اليوم تقاتل على ظهورهم أنهم كبش فداء لها أنهم ليسوا منفصلين ولا أغبياء يرون أين تذهب الحكومة بالأموال ويرون تمديد خدمة الإحتياط العجز أمام الذين تم إجلاءهم والتخلي عن المختطفين يرون بدهشة كيف يتغير هدف الحرب كل أسبوع أولا كان تقويد حماس بعدها النصر المطلق والآن من يدري ماذا يعني النصر المطلق ويخاطرون بحياتهم الجنود يقول وهم لا يعرفون معنى نصرا مطلقا يقول تعرف وسائل الإعلام ذلك الصحفيون الذين يعرفون كيف يحللون عقل السنوار في كل ثانية وهذا موضوع منسخر منه دائما يعرفون ما يدور في عقل نتنياهو وهم يعرفون أن النصر المطلق يعني الحفاظ على حكومة نتنياهو يعرفون ويلتزمون الصم أنهم يعلمون أنه لا توجد أهداف أخرى ولا خطط ولا يوجد يوم تالي الصحفيون يعرفون لكنهم ينكلون ما يجب أن يعرفوا لا ينكلون ما يجب أن يعرفوا الجمهور بل فقط ما يريد الجمهور أن يعرفوا يعني بلغتنا ما يطلبه المستمعون وما الذي لا يريد الجمهور أن يعرفوا أن أبنائهم يقتلون من أجل نتنياهو في استطلاع أجروه في الجامعة العبرية تبين أن القناة الأولى هي أقل قناة مشاهدة على الإطلاق تقول المصداقية لا تحتسب يفضل الجمهور أن يكذبوا عليه ولا يؤلموه بالحقيقة يقول بأن الجمهور الإسرائيلي يفضل يكذبوا عليه على أن يوجعوا بمصارحته المعلقون لا ينكلون أمام الكاميرات حقيقة مؤلمة كأنهم مختطفون مع مسدس على رأسهم موجه على الجبين يستخدمون الإرهاب النفسي أنهم يقدمون تمثيلا زائفا لجنود الاحتياط المستعدين للخدمة لمدة عامين أو ثلاثة يقول الكاتب هذا كذب أنهم يطمصون الحقيقة إن الهدف للحرب غير واضح عمدا كيف ننتصر دون القضاء على ألاف اللاجئين كيف نتخلص منهم ننكلهم بحكة عن رفح يقول ننكلهم أين العقول اللامعة يسخر التي تقول بأنها تستطيع أن تنكل مليون ونصف لاجئ ولا تستطيع أن تعيد مئة ألف مواطن من مواطنيها إلى الشمال يقترح الكاتب أخيرا إجراء استطلاع رأي يقول يجب أن نسأل هل يؤيد الجمهور في إسرائيل عملية في رفح يقتل فيها على سبيل المثال خمس تلاف رجل ومرأة وطفل تخمينه يقول أن الجمهور فيؤيد ذلك بشر أن لا يبث له ذلك عبر وسائل الإعلام نقد حاد وواضح للصحفيين وأيضا للجمهور الإسرائيلي الذي يقول بأنه لا يريد أن يسمع لأن الحقيقة تؤلمه من هذا المقال عن الصحفة العبرية أنتقل للفيديو الأول اليوم المئة والثاني والثلاثين للحرب ونتساءل لماذا دخلوا مستشفى ناصر الطبي لماذا يعيثون به فسادا في الإعلام الإسرائيلي بأنفسهم اليوم يقولون أن ما تبقى فيه هم أربعمائة شخص فقط الطاكم الطبي ومرضى وكبار سن إذن لماذا يحاصروا اليوم جاء التحليل يقولون أخيرا أنهم توقعوا أن يكون فيه أسرة محتجزين أنا طلع شوي حماس بتشوف الإعلام وبتشوف القصف وين وبتشوف الجيش لو متوجه زيها زي الكل أنا أعرفش شو فيه مستشفى ناصر الطبي ولكن حتى لو فيه حدا بخمن بالتحليل البسيط المتواضع بأنه حماس المفروض طلعوا من غاد ما هم شايفين من جاي عرفوا يتوقعوا منطق بسيط هذا المنطق البسيط ما بسمعه بالإعلام العبري الإعلام العبري اللي عودنا بالأيام العادية على تحقيقات من العيارة الفقيل وأسئلة صعبة ببين أن الآن وكأنه ساذج في الحرب أو يتصرف وكأنه ساذج ولا يسأل كل هذه الأسئلة حتى الناطق الرسمي باسم الجيش اليوم وقف وقال أن في التحقيقات مع معتقلين من خان يونس وفي تحقيقات مع أسرى إسرائيليين تم تحريرهم قالوا أنهم كانوا داخل مستشفى ناصر الطبي على ذمته وقالوا أنه كان هناك جثامي لأسرى إسرائيليين في المستشفى أيضا ولكنهم وصلوا إليه أيضا متأخرين يعني قالوا وصلنا على المستشفى كانوا صالوا مطلعينهم مفروض كانوا يتوقعوا هيك كلنا كما قالوا أمس بأنهم كلما وصلوا إلى مكان فيه السنوار يتبين بأنه كان فيه قبل أسبوعين 14 يوم أيضا الآن يتحدثون بالنسبة للمغتلطفين في مستشفى ناصر الطبي طب لم يطلعوش بعدهم ما وقفش ولا أسرى ولا جثامين أسرى بقولوا بعدين ما خلصوش تدوير هناك نقطة أخيرة ملفدة غريبة الرسمي باسم الجيش اليوم قال في مؤتمر الصحفي بأنه يساعدون المرضى في مستشفى ناصر الطبي على أن ينكلونهم من يريد أن ينكل بسيارات الإسعاف ينكلونهم يعطونهم دواء يعني بتقول إذا بتسمع يعني ما ألطفوا هيك بتتخيل ياريت هدول يحتلونه مثلا على هيك أخلاك إذا هيك بيحتلوا كيف بيساعدوا الفيديو الثاني في قناة ماشي اليوم قالوا أن أخيرا أخيرا سيجتمع كابينات الحرب هو عادة يلتأم كل 48 ساعة والآن سبحان الله لما أتت الصفقة لم يجتمع لمدة أسبوع غدا نتنيهه سيجمعهم بعد أن أقصاهم للمعاه وقرر فقط هو يدير المفاوضات في اللحظة الحاسمة طبعا كان تحليل كما نرى على الشاشة اليوم كل الوقت أن رئيس السي اي اي زارة زيارة سرية بطلت سرية إلى إسرائيل يعني الوفد المفاوض مبارح طلع من القاهرة لحقهن رئيس السي اي اي بقوله عشان يضغط عليهم عشان ينفضوا الصفقة أنا صرت أخاف لما أسمع أنه ضغط من أمريكا على إسرائيل تعرفوا الضغط يولد الانفجار المشكلة الضغط يولد الانفجار في رفح وفي خان يونس يضغطون فينفجر مش بواجهة ضغط بوجه الشعب الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي يقولون أن هناك مطالب للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان الفيديو الثالث من نراه الآن أبي ديختر أبي ديختر كان رئيس الشباك سابقا وهو كمان واحد من أعضاء كبنيات الحرب كانها 14 يوم أجرت معه مقابلة بقول يريدون في إسرائيل اتفاقية صفقة واحدة ممكن أن تتم على مراحل ولكن معالمها ومحطاتها مع التواريخ مع متى كل مرحلة يجب أن تبدأ ويجب أن تنتهي يجب أن تكون واضحة منذ البداية مع أنه لا يوجد أسباب للتفاؤل الحقيقي حسب قولهم بأن تكون صفقة قريبة يقولون بأن السنوار بعد أن كان مقطوعا تتذكروا كل أنه كان مقطوعا عن الاتصال مع اللي حوالي لمدة حوالي أسبوعين اليوم عاد واتصل وأنه مصر على إيقاف الحرب إيقاف ومشهدني خروج جيش الاحتلال من كل قطاع غزة وعودت المواطنين إلى شمال القطاع كنقطة بداية لأي اتفاق مستكبلي يتحدثون أيضا عن خارطة الطريق يقولون أن البيت الأبيض يطبخها مع قوة دولية أخرى بعض المحلين بلمحوا أنه ذلك بعيدا عن نيتانياهو وغير راضي عن ذلك هيك بقوله ولكن لا يتحدثون بشكل واضح شو معالم الخارطة، خارطة الطريق الجديدة اللي بيحكي عنها بعدين بيحكيوا بشكل أولي ننتظر ونرى أنتقل الفيديو الرابع عن ما يحدث في شمال إسرائيل جنوب لبنان قتل أربع مقاتلين من حزب الله أمس ومواطنين اثنين اليوم قتل ست مقاتلين من حزب الله حزب الله رد بالمقابل بقصف كريات شموني مرة أخرى يقولون بأنه صفرات الإنذار لم تعمل بشكل جيد اليوم أيضا شكله شكله فيها مشكلة صفرات الإنذار لأنه كمان بارخ قالوا بأنها مشتغلت بشكل جيد لما تم قصف صفض اشتغلت متأخر والجندية اللي قتلت ما لحقت تفوت على منطقة آمنة إذا هيك معناه في علامة سؤال على الأقوال اليومية أنه نجهزين للحرب إذا صفرت الإنذار تشتغلش منيح إلى يومين كل الوقت يظهرون أنهم يتجهزون لحرب في الشمال قبل أسابيع تحدثوا عن تجهيزات طبية اليوم يقولون أنه كان في اجتماع كبير إذا قطعت الحرب في منطقة الشمال ماذا عليهم أن يفعلوا وكيف يستعدوا وكل هذه الأسئلة إذن ارتفاع درجة في المواجهة مع حزب الله وإسرائيل قالت بأن هذا الرد رد اليوم وكمالة رد مبارح على مقتل الجندية في صفض أنتقل الفيديو الخامس والآخير الصحفية القوية على الشاشة إلانا ديان هذه صحفية التحقيقات بالأساس هي اللي كشفت كل اللي كنا نقوله بينهن كانوا يعرفوا بالسابع من أكتوبر وكان فيه تقارير قبل حدوثها وما إلى ذلك اليوم كشفت شيء جديد قالت رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اجتمعوا الليلة الماضية قيادات مخابرات الجيش والمخابرات العادية وأجمعوا على ما يلي الجملة التي يرددها نتنياهو دائما نصر تام تاحق ماحق على حماس غير واقعية ولا يمكن تنفيذها وحماس وفق وصفهم ستستمر للعمل كمنظمة إرهابية أيضا بعد الحرب هيك وصفة أو هيك نقلت عن مسؤولين أجهزة المخابرات الإسرائيليين وتقول رغم ضرب الفيالق التابع على حماس ورغم ضرب البناء التحتية ومصانع أسلحة وغيرها ومصادرة أموال وكل ما رأيناه ولكن لا يمكن القضاء على حماس تقول ثمة بذرة هناك ستنبت من جديد بعد الحرب وقال أن واحدة من أسباب عدم القدرة القضاء على حماس هي أن نتنياهو لا يناقش موضوع اليوم التالي للحرب هذه الوقائع تنسجم كثيراً مع المقال الذي نشر فيها آردس وبدأنا فيه نافذتنا لهذا اليوم صحيح؟ بأن الصعفيون لا يقولون الحقيقة لشعبهم وبأن لا أحد يعرف ماذا يعني نصر تام الذي يقول لنتنياهو أيضاً اليوم إلى نديان تنقل مش في مقار رأي في معلومات من جلسة رأساء مخابرات بأن ما جاء في المقال أعلى يبدو صحيحاً ولا يمكن القضاء على حماس حسب كتاب الرأي ولكن أيضاً حسب مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية إذن صفقة لنعرف مستقبلها ونتنياهو يناور وتوقعوا بأن يكون هناك أسرى أو جثمين أسرى داخل مستشفى ناصر الطبي فلم يجدوا ويقولون أنهم ما زالوا يبحثون وننتظر أيام قادمة نتمنى أن تكون أفضل من هذه الأيام إلى هنا تنتهي نافذتنا لهذا اليوم شكراً لك شكراً لك واء العواد الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا شكراً لك واء العواد